المناقشة والتحليل ينضم إلينا في الستوديو العميد الياس فرحات المحلل العسكري والستراتيجي أهلا بك دوما معنا عبدالله شاشة الغدسية العميد ماذا في مستجدات الميدان ومحاولات التقدم البري؟ يعني تستمر المحاولات الإسرائيلية لإحداث خرق في الحدود اللبنانية والدخول إلى لبنان مثل ما أعلنوا في بداية هذه الحرب منذ أسبوعين أو ثلاثة أنهم ينوون احتلال شريط داخل أراضي اللبنانية وعدم الانسحاب منه إلا وفقا لشروط تضعها إسرائيل على الدولة اللبنانية وقد أيادهم في ذلك الناطق باسم البنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية حاليا منذ نحو 10 أو 11 يوما ما تزال القوات الإسرائيلية تحاول أن تخرق الحدود وتحتل مناطق معينة أو قرى معينة لكنها فشلت حتى الآن أبرز المحاولات في عديسي 6-7 مرات وفي ميس الجبل وفي بليدة وأكثر وفي مارون الراس ويارون ما كان لافتا هو بالأمس الخرق باتجاه ميس الجبل حيث كان على ثلاثة محاور وليس محور واحد محور من الشرق ومحور من الغرب ومحور من الجنوب الغربي يعني محور تلة المجدل ومحور تلة الشرنيبة ومحور الكنيسة هذا تكتيك جديد اعتمدته القوات الإسرائيلية لكن المقاومة هل زيادة أعداد الفرق يساعد بذلك؟ نتحدث اليوم عن أربع فرق يعني هو عدد كبير في اللي فجانه هذا بالنسبة لقوام القوات أربع فرق بس بتشكيلة الهجوم كانت دائما تشكيلة تكون تشكيلة باتجاه واحد اليوم أبس والأحرى ميس الجبل كانت تشكيلة الهجوم على ثلاثة محاور وليس محور واحد يعني بهالحالي كل محور بيكون فيه عليه سرية يعني بين 100 و150 يعني نتحدث عن أعداد كبيرة تشارك كانت المقاومة جاهزة للمحاور الثلاث لأنه جرى قتال عنيف جدا وطال نحو 7 من ساعات تقريبا وكان قتالا قريبا والتحمت القوة مع بعضها البعض حتى يعني تمكنت المقاومة من رد هذه الهجمات وانسحب ما تبقى من القوات الإسرائيلية وأصيب العديد منهم هذه أثبتت أن المقاومة لا تزال جاهزة كشفة أن المقاومة استخدمت في هذا الاشتباك بميس الجبل 310 صواريخ وهذا يعني كمية كبيرة ما يدل على أن هناك جهوزية عملانية وهناك تخزين صواريخ لا يزال موجود في هذه المنطقة رغم الإدعاعات الإسرائيلية بأنه ضربوا البناء التحتية لحزب الله في هذه المنطقة من أين أتت هذه الصواريخ 310 وأطلقت على القوات الإسرائيلية هذا أبرز ما جرى في ميس الجبل والتكتيك الجديد الإسرائيلي ننتقل إلى منطقة النقورة ورأس النقورة حيث اعتمدت القوات الإسرائيلية على الاختباء أو الاقتراب من القوات الدولية لتأخذ منها الحماية بحيث أن حزب الله إذا أطلق عليها صواريخ وأصيبت القوات الدولية يصاب بإحراج كبير وطبعا الإعلام العالمي وكلهم يقولون أنها القوات الدولية لكن إسرائيل اليوم هي من تضرب القوات الدولية بالأمس قصفت قوات الإسرائيلية ثلاث أبراج لقوات الدولية وأصيب جنديام من الكاتبة الاندونيسية اليوم أيضا هناك برج مراقبي قريب من مقر قيادة قوات الدولية في النقورة تعرض لقصف من دبابي وسقط البرج وسقط جريحان كان على البرج يقمان بمهام المراقبة كيف تفهم هذه الجرأة في التعرض للمؤسسات الأمامية؟ وهل اليونفيل القدرة والصلاحية للرد؟ اليونفيل بالتفويض الممنوح من الأمانة العامة والمتحدة مانديت يعني وهو يسند إلى القرار 1701 في هذا التفويض يحق لها بالدفاع عن النفس وليس بالاشتباك كما أن كل التدخلات التي تتقوم بها في إطار مهمتها حفظ السلام هي تدخلات وساطة واتصال وربما أحيانا تقطع طرقات بآليات قوات دولية لكي تتخذ إجراء يعيق أي عمل أما ليس لديها تفويض بعمليات حربية أو التصدي لهذا القصف بالأمس الوزير خارجية إيطاليا استدعى السفير الإسرائيلي واتصل بالوزير الإسرائيلي أيضاً رئيس الحكومة الإسبانية أصدر تصريح الحرب ولكن تكرر المشهد اليوم مع القوصة الناكية في الأمم المتحدة منذوب الإسرائيلي طلب من القوات الدولية أن تنسحب خمسة كيلومترات إلى الشمال الناطق بلسان القوات الدولية الجنرال تنتيني في النقورة قال رفضنا اقتراح الإسرائيلي ونحن مصرون على أن نبقى في أماكن إنها وبقيت القوات ومركزها في الجنوب يعني إسرائيل تحاول دائماً التعرض للقوات الدولية كونها محمية من الولايات المتحدة الأمريكية يعني أكثر من تصريحات وأكثر من إدانات من الدول الأعضاء المساهمة المشاركة في القوة الدولية لا أكثر يعني مجلس الأمن لا يمكن أن يتخذ قراراً يدين إسرائيل لتعرضها القوة الدولية لأنه سوف يصدم بالفيتو الأمريكي هذا أمر معروف يعني طيب الحديث عن تحول لبنان إلى الجبهة الأساسية بالنسبة لإسرائيل بعد جبهة غزة برأيكم كيف سينعكس ذلك على الميدان؟ يعني بالأساس تصريحات السياسيين الإسرائيليين منذ سنة أو سنتين يعتبرون أن حظب الله هو الخطر الأكبر لم يكن ينتبه لحماس كثيراً ولا يعريها اثماماً إلا أن فاجأتهم ب7 أكتوبر بضربة مدوية على الكيان الإسرائيلي بكامله لذلك هناك تحضيرات لمواجهة حزب الله وهناك داتا معلومات عند إسرائيل عن حزب الله منذ عقود من الزمن يعني يراقبونه الآن جاء الزمن الذي تريد إسرائيل أن قضاء على حزب الله يعني هذا الكلام ينفذ في الغارات على بعظم القرى في الجنوب والبقاع وغارات دموية ومدمرة على الضحية الجنوبية وعمليات اغتيالات يعني كل هذا جاء ليس لأعادة النازحين كما قالوا هو جاء بهدف القضاء على حزب الله فتحت الحرب مع حزب الله لكن متى تنتهي لا أحد يعرف صحيح يعني بتقديراتكم الميدان يمكن أن يمتد لسنوات ربما نعم كل شيء ممكن يعني إذا لم يكن هناك قرار عن مجلس الأمن بوقف اطلاق النار حاليا قرار وقف اطلاق النار بمجلس الأمن يعتبر هزيمة لإسرائيل لأنها لم تستطع خارق الحدود اللبنانية التفوق الجوي والتدمير هذا ليس نصرا يعني لديهم طائرات ويدمرون ولا أحد يسأل فهذا الإطار أسألك كيف تغيرت استراتيجيات حزب الله اليوم يعني اليوم بدأنا نرى اطلاق مسيارات في اليومين الماضيين كنا نرى صواريخ تصل إلى حيفا إلى الكريات كيف تتغير هذه استراتيجيات يعني يبدو أن تركيز حزب الله حاليا هو على القتال البري ومنع إسرائيل من خلق الجبهة والأمر الثاني هو قصف المستوطنات التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية مثلا منطقة كريات شمونة تعرضت للقصف وكبرج العادي ومسكاف عام ومرقاليوت وأفيفيم والمنارة كل هذه تعرضت للقصف من قوات حزب الله لأنها تأوي القوات العسكرية التي تهاجم إلى ميس الجبل وإلى بليدة وإلى مارون الراس أيضا في قطاع الأوسط هناك قصف من حزب الله شبه دائم يعني على شوميرا وشلومي وانطوعة وحنيتة التي تأوي أيضا عسكريين إسرائيليين قوات إسرائيلية من الفرق التي تحدثت عنها 146 و198 و34 هذه كلها موجودة في هذه المستوطنات تشاغلها بالقصف بالصواريخ وتختار أهداف ترسل إليها مثيرات القضادية لإصابة الأهداف بدقة ترجمة نانسي قنقر